الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الجمع والدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال البغوي رحمة الله عليه في تفسيره وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال مقاتل وذلك أن رجلا دع الله في صلاته ودع الرحمن فقال بعض مشركي مكة إن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون أنهم يعبدون ربًا واحدًا فما بال هذا يدعو اثنين فأنزل الله عز وجل في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وفي هذا فائد عظيمة لا تجدها إلا في هذه الحلقات حلقات التوحيد والسنى الخالية من الحزبية ومن الجهوية ومن الجماعات ومن الطرق والطواف حلقات قائمة على تبيين وتوضيح العقيدة ونبذي الشرك وأهله والتحذير منه ومن دعاته تحلقات التوحيد بتعلمك الدين في قول مقاتل رحمة الله عليه في بيان سبب نزول هذه الآية أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله في صلاته في صلاته يعني في دعائه والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء فقال يا الله وقال يا رحمن فقال بعض مشركي مكة إن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون أنهم يعبدون رباً واحداً فما بال هذا يدعو اثنين يدعو منؤمنه الله والرحمن ديالي اثنين ولا واحد ديالي واحد لكن المشرك بليد المشرك من زمان بليد ليسي وحديك الأدلة فأنزل الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى أي أن لله أسماء عدة ليس له اسماً واحداً ليس اسمه هو الله وحده بل اسمه الله والرحمن والرحيم وغيرها من الأسماء في هذا الكلام من هذا الإمام أن المشركين كانوا يعلمون ما هو التوحيد وما هو الشرك المشركين المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا هذا الصحابي يدعو في صلاته في دعائه ويقول يا الله ويا الرحمن قالوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيقولوا نحن ندعو رب واحد ده بيدعو اثنين والمشركين بيدعو كم بيدعو كثير بيدعو اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كثير فقال ده معناته ما بيعبد رب واحد لأنه دعا اثنين معناته المشركين فهمين معلومة إنه الدعاء عبادة ودي فهمنها المشركين كويس أهل ليلة ناس حافظين قرآن ما فهمنها إنه الدعاء عبادة وإنه الصحابي ده لما اندعى الله ودعى الرحمن عبد الله وعبد الرحمن وألا والرحمن واحد الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى أنه متصف بصفة الرحمة فأنزل الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى الحسنى أي البالغ في الحسن غايته وكماله أي أن لله أسماء حسنى جميلة بالغ غاية الجمال وغاية الحسن اسماء الله عز وجل حسنى وعظيمة تدل على ذات الله وتدل على صفات الله وذر الذين يلحدون في أسمائه قال أهل العلم يلحدون في أسمائه قال ابن السكيد قال الإلحاد هو العدول عن الحق وصرفه عن ما ليس فيه يعني تصرف الكلام الحق إلى الباطل تميل بالحق لأنه اللح سمي اللحظ لحدا لأنه مائل عن وسط القبر يعني بيعملوا بجنب كده مائل فالإلحاد هو الميل والزول الملحد في الدين هو الذي مال عن الصراط المستقيم مال عن الدين القويم ده الملحد كويس فذر الذين يلحدون في أسمائه المشركين كانوا يلحدون في أسمائه اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان فأنزل الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقال أهل العلم الإلحاد في أسماء الله كذلك تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ولم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يسمى جوادا ولا يسمى سخيا وإن كان السخي في معنى الجواد لأن النص جاء بشنو بالجواد إن الله جواد كريم دي قال أمنو قال النبي عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على أن الله عز وجل من أسمائه الجواد ومن أسمائه الكريم لكن ما بنقول الله سخي من أسمائه السخي الله جواد ومتصف بالجود لكن نسميه بإسم لم يسمي به نفسه فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وكذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل صرفها عن ما أراد الله بها يعني الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم الله يسم والرحمن يسم والرحيم يسم هذه الأسماء ليست أسماء فارغة من المعاني فيها معاني ولا كيف أسماء المخلوق عندها معاني كيف بأسماء الخالق؟ الله اسمه الله الله معناته ذو الألوهية والعبودية على خلقه يعني هو الذي يستحق الألوهية يستحق الخضوع والذل ويستحق الركوع والسجود وغير ذلك من العبادات الله هو المستحق لا غيره سبحانه وتعالى الرحمن معناة المتصف بالرحمة الرحيم المتصف بالرحمة والرحمن المتصف بالرحمة الواسعة التامة التي شملت كل مخلوق أما الرحيم فرحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة يهديهم ويوفقهم ويدخلهم بالجنات هذه الرحمة الخاصة لا ينالها الكافرون وإنما هي للمؤمنين خاصة فإسم الرحمن فقوا معنا إنه الله شنو؟ متصف بالرحمة ومتصف بالرأفة وبالرفق سبحانه وتعالى ده يسم شنو؟ الرحمن إسم الأعلى وإسم العلي وإسم المتعال هذه أسمان الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة تدل على أن الله متصف بالعلو في ذاته وفي قدره وفي مكانته سبحانه وتعالى فالله عز وجل بذاته عال فوق جميع مخلوقاته ليس بذاخر في شيء من مخلوقاته لا يحويه مخلوق من المخلوقات بل هو فوق السماء السابعة فوق العرش سبحانه وتعالى دل على ذلك قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الأعلى يعني شنو؟ يعني الفوق كويس؟ وهو العلي العظيم أي هو الذي على وارتفع مكانة وقهرا وذاتا دال الله سبحانه وتعالى الصوفية والأشاعر من أهل البدع والضلال يصرفون أسماء الله عز وجل عن مرادها فإذا قلت أن الله عز وجل هو الرحمن يقول لك ما متصف بالرحمن وإذا قلت أن الله عز وجل هو هو العلي والأعلى يقول لك ما متصف بالعلو ينكرون علو الله عز وجل على خلقه وعلى عرشه سبحانه وتعالى ينكرون ذلك ليه؟ لأنهم ألحدوا في أسماء الله والله قال لك شنو؟ قال لك وذر الذين يلحدون في أسمائه الناس البلحدوا في أسماء الله عز وجل ترى هم زي الصوفية دين كمان سموا سموا الله بأسماء لم يسمي بها نفسه سبحانه وتعالى في كتاب يستنبيونك ليه؟ حسن الفاتح غريب الله ده مدير جامعة أم درمان الإسلامية سابقا الله ريح منه العباد مات هلق أراحنا الله عز وجل منه ده من مشايخ الطريقة السمانية كتاب اسمه يستنبيونك أمشي اشتري من مكتبة الدارة السودانية للكتب أو من المكاتب بتاعت الصوفية في أم درمان مكاتب البوستة كويس؟ قال قال سأله هل آه وهو من أسماء الله؟ والكلام ده برضو قالوا الزنديق الكافر ولا كرامة الذي يسمى محمد المنتصر لذلك ده واحد من الكفار بتكلم بإسم الدين فيه الغنة غنة بتاعت السودان وغنة تم درمان عامل فيها شيخ وعامل فيها حالم هو في الإسلام ما أخش لي السعزاته كويس؟ بيقول الله بيخلق والشيخ بيخلقه والله بيحل الموتى والشيخ يحل الموتى والله يرزق والشيخ يرزقه والله يفعل والشيخ يفعله جعل المشايخ أنداد لله عز وجل ويسمي ذلك ديناً هذا الزنديق الكافر ده كان شنو؟ ده حسن الفاتح يا غريب الله قال واتفقوا يعني الصوفية على أسماء أطلقوها على الذات العالية مثل دعت ولبنى وليلة عشان كده تلقى الصوفية بقوله شنو؟ يا ليلة ليلك جكا ولدك في جوفه اتمكن دريب زلقيت مطيّن دي بيغنيها صراحي من البادية ليلة دين تقايل منه؟ تقايل دي دي بتعجم البثينة ولا هو مجن الليلة؟ لا 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 ليلة دي قصد بها الله عرفتها؟ ليلة عند الصوفية الله والعياذ بالله سبحانه وتعالى وبقوله لك من أسماء الله ومن أسماء الله والكلام دا قاله محمد المنتصر لزيلي في غنات في غناوة من الغناوات السودانية موجود مسجل منشور في اليوتيوب كويس؟ دا قال الله من أسماء آه ومن أسماء هو ومن أسماء هي يعني لو دار تنادي وتقول يا الله تقول يا آه السيدة ما أقول يكون دين؟ السيدة مغني ولا ولا ميد حدا؟ يا آه يا هي ويا هو كويس؟ عشان كده بتلقى الصوفية من الأذكار بتاعتهم ياهو 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 دا الحاد في أسماء الله عز وجل والله قال لك شنو؟ وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون دا الله بحاسبون يوم القيامة الذين يلحدون في أسماء الله طيب فايدة أخيرة عشان ما نطويل الله قال ليك ولله الأسماء والحسنة الله عنده أسماء حسنة قال ليك أدعوني بيها وسبب نزول الآية خليها محمد نورين ما قلشها السيء آيه وسبب نزول الآية زي ما قلنا إنه واحد من الصحابة سأل الله يا الله يا رحمن أفعل لي وأفعل لي المشركين قالوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا هم بيعبدوا رب واحد وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام دا طيب بيدعو اثنين لشنو؟ كويس؟ المعلومة هل تستفيد من الكلام دا إنه الزولة البيدعو اثنين دا ما بيعبدوا واحد البيدعو اثنين ما بيعبدوا واحد البيدعو الله ويدعو الكباشي بيعبدوا واحد دا عند المشركين ما بيعبدوا واحد لكن عند المسلمين المدعين للإسلام هنا في السودان وفي غير السودان من أصحاب الطرق وأئمة الضلال من أئمة الطرق الصوفية يزعمون أن الذي يدعو الله ويدعو الكباشي ويدعو المكاشف يدعو واحدا ويعبدوا واحدا دا عند الصوفية لكن المشرك الكافر بيقول بيدعو الله ويدعو الرحمن بيدعو اثنين ومعلمته غلط لأنه الله والرحمن واحد الله إثم والرحمن إثم والله والرحمن يدلان على ذات واحدة ورب واحدة الله هو الرحمن والرحمن هو الله الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر كلها أسمال الله عز وجل كلها تدل على الله فمن سأل وقال يا رحمن ارحمني ده سأل منه سأل الله المشرك فيه منه السأل الرحمن ده ما سأل الله لأنه بليد الليلة البليد العندنا ده بيقول السأل المكاشفي ما عبد غير الله المشرك فاهم منه بيعبد غير الله زور البيزء الاثنين البيزء الاثنين ده عند المشركين القاتل من النبي عليه الصلاة والسلام بيعبد اثنين الليلة عند الناس المدعين للإسلام الناس اللي بيقولوا لا إله إلا الله بيدعو مي يا بيدعو مي يقول لك يا تزع وتزعين الف القلعة هناك دين تزع وتزعين واحد يا خي personalities يا خي الله ما بكفي يا خي دبعا سؤال الله ما بكفي أليس الله بكاف عبده الله دا لو سألت ما بخيل والعياذ بالله فقير والعياذ بالله ما له ألا الله سبحانه وتعالى ما بيقدر ما بيقدر يجيبك ما بيسمع ما بيعلم حالك ليه تخلي وتنادي الميتين ما عندهم فغرة وبخلة ومساكين وضعفة وما عندهم حاجة لا يسمعون ولا يعلمون ولا يقدرون والله هو السميع العليم قال الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يوفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نبعا ولا ضرا والله هو السميع العليم إذ تخلوا الله سبحانه وتعالى وتنادوا المسيح تخلوا الله وتنادوا المرعي والله عز وجل هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم القادر على إجابة سؤالكم ده عاقل يعملوا ده عاقل يعملوا وبعد ده كله يقول لك نحن عارفين الله خالق إذ تعرف الله خالق وعارف الله رازق وعارف الله بدبر الأمر براه ساين غيره ليه ما بدبره ولا بدبره لو قلت بدبره تبقى كافر على حسب مذهب محمد المتصر لزيرك لأنه قال لو قلت يا الله وقلت يا المكاشفي بتعتقد إنه المكاشفي ما بيصرف في الكون وما بينفع وما بدر طيب سأله ما لك ده زاته سؤال قال لو بتعتقد إنه ما بينفع وما بدر لكن سألت من بابه وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة الفسر زيق كدمنو الفسر زيق منو أقرأ كل كتب التفسير كل الكتب المحتمدة ابن كسير ابن جرير ابن البغوي الطبري ابن أبي حاتم القرطبي كل التفاسير شوف واحد من العلمة قال وابتغوا إليه الوسيلة أزألك زول ميت مع الله جيب لينا واحد بس عشان نزألوا معك ما في ما في عالم قال تزألك ميت حاجة من الحوايج ما في إلا محمد المتصر هذا الدجال الكافر الزنديق الملحد وانا كرامة دا قال لو قلت الشيخ بيتصرف في الكون وبينفع وا 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 وسألته من البعب دا قال تكون مشرك قال لو قلت لكن هو أسطى بيننا وبين الله دا ما مشرك كويس ودي نفسي عقيدة المشركين كويس كويس دي نفسي عقيدة المشركين كونه تزأل غير الله وتعتقد انه ما بينفع ولا بدر ولا بيرزق ولا بدبر الأمر المشركين كان بيعملوا كذا الله قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنتوا فكون إنتوا الناس معاقلين الناس اللي بيقولوا الله خالي والله بدبر الأمر والله بيفع والله بيرزق والله بيكشف الضر لكن الشيخ دال بنزلهم مع الله تسألهم ليه مدام الحاجة كلها عند الله مدام التاسطن قلت الأمور كلها عند الله كلها فوق جاي تحض ما لك عندك تحض شنو ما تطلع فوق طوالي أرفع يدينك دي فوق شان كده الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد وقدم أخونا محدين وصية القحطان